الخلاف بين السعودية وروسيا حول أسعار النفط وحجم المعروض العالمي بالإضافة إلى الأخبار المضللة وراء هبوط أسواق المال هكذا علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر على ما بدى وكأنه إثنين أسود جديد في الأسواق العالمية والذي أعاد إلى الأذهان خسائر الانهيار الكبير الذي ضرب بورصات العالم في التاسع عشر من أكتوبر عام 1987 وكذلك الأزمة المالية العالمية عام 2008 البورصة الأمريكية اضطرت بسبب حالة الهلع في أوساط المستثمرين إلى تحليق عمليات التداول لفترة ربع ساعة في بداية تعاملات الأسبوع إفساحاً في المجال أمام المستثمرين لالتقاط أنفاسهم بعدما تخطط خسائر مؤشر S&P 500 في الدقائق الأولى من جلسة التعامل مستوى 7% بورصات آسيا وأوروبا وإفريقيا كانت قد سبقت مثيلاتها الأمريكية في تسجيل خسائر حد وذلك على خلفية تهاوي أسعار النفط بمعدل تاريخي يعتبر الأعلى في يوم واحد منذ نحو 30 عاماً وأيضاً في ظل حالة من الرعب تسيطر على دول العالم بعدما تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عتبة 111 ألف إصابة وفق أرقام منظمة الصحة العالمية أسعار النفط سجلت أكبر خسارة في يوم واحد منذ 17 يناير عام 1991 يوم بداية حرب الخليج الثانية إذ هوت في بداية تعاملات هذا الأسبوع بأكثر من 30% قبل أن تقلص خسائرها مسجلة مستوى 35 دولار لبرميل خام برنت و32 دولار لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هذا الهبوط الحاد لأسعار النفط جاء في أعقاب انهيار ما يعرف باتفاق أوبيك بلس بين أوبيك وروسيا بعدما فشلت المنظمة في اجتماع عقد الجمعة في فيينا في إقناع موسكو بإجراء خفض إضافياً للإنتاج دعماً للأسعار فشل أدى إلى اندلاع ما يشبه حرب رفع الإنتاج لزيادة الحصة السوقية بين أكبر مصدرين نفط في العالم السعودية وروسيا السواق الأسهم في دول الخليج النفطية كانت من بين الأكثر تضرراً بانهيار الاتفاق إذ هوت مؤشراتها بنسب كبيرة بلغت نحو 8% في السعودية بعدما سجل سهم شركة أرومكو النفطية أدنى مستوياته متراجعاً بأكثر من 5% وبلغت خسارة برصتي الكويت وقطر نحو 10% فيما هبطت مؤشرات سوقي أبوظبي ودبي بنحو 8% وبرصتي عمان والبحرين بحوالي 6% الأسواق الأسيوية كانت بدأت سلسلة التراجع بهبوط تجاوز 5% لمؤشر نيكي الياباني الذي سجل أدنى مستوى له في 14 شهراً فيما هبط مؤشر شانجهاي الصيني بحوالي 4% ومثلها لمؤشر كوسبي في بورصة كوريا الجنوبية وخسرت الأسهم الأسترالية نحو 80 مليار دولار أمريكي من قيمتها مسجلة انخفاضاً وصل إلى 5% في أسوأ أداء لها منذ الأزمة المالية العالمية في أوروبا لم تختلف الصورة كثيراً حيث قادت أسهم شركات النفط المؤشرات إلى تراجعات حدة حيث هبط سهم بي بي بنسبة 19% وشال 14% وتوتال 14% أيضاً وفي نهاية تعاملات الاثنين سجلت مؤشرات البورصات الأوروبية الرئيسية كاك كارونت الفرنسي وداكس الألماني وفوتس البريطاني هبوطاً تجاوز 6% أما أمريكياً فقد زادت خسائر المؤشرات الرئيسية على 6% أيضاً بضغط من أسهم شركات الطاقة فيما فقد مؤشر داوجونز الصناعي حوالي 1600 نقطة بعدما لامست خسائره 1900 نقطة في بداية التداولات